الفرق بين البيانات والمعلومات يستخدم في عمليات التخزين والاسترجاع في الحاسب الآلي مصطلحان هامان هما البيانات Data والمعلومات Information ولابد للمستخدم من معرفة التمييز بينهما المعلومة هي المعاني أو المفاهيم التي يتم إدراكها من قبل الإنسان وتعرف أيضاً بأنها البيانات بعد معالجتها حسب حاجة المستخدم البيانات هي الشكل الخارجي الذي تظهره تلك البيانات وتعرف أيضاً بأنها المعلومات قبل المعالجة لإفادة المستخدم وحدات الإدخال والإخراج Input and Output Units أولاً وحدات الإدخال Input Units تقوم هذه الوحدات بإدخال أو إيصال البيانات أو المعلومات المطلوب معالجتها إلى وحدة المعالجة بالحاسب ومن هذه الوحدات لوحة المفاتيح Keyboard الفأرة Mouse الماسح الضوئي Scanner قارئ الأعمدة Barcode Reader عصى التحكم بالألعاب Joystick ثانياً وحدات الإخراج Output Units تقوم هذه الوحدات باستماح للبيانات بالظهور من خلالها حسب طريقة الظهور التي صممت لأجلها ومن هذه الوحدات شاشة العرض Monitor Monitor الطابعات Printers السماعات الصوتية Speakers ثالثاً وحدات إدخال وإخراج ثنائية العمل وهي أجهزة تملك إمكانية العمل على شكل وحدات إدخال وإخراج بيانات بنفس الوقت ومنها شاشة اللمس أجهزة البلوتوث وأجهزة الأشعة تحت الحمراء Infrared الفيروسات الأنواع الأضرار أسباب الانتشار طرق الوقاية وأهم أخلاقيات الحاسب فيروسات الحاسب الفيروس هو عبارة عن برنامج من برامج الحاسب ولكن تم تصميمه بهدف إلحاق الضرر بنظام الحاسب وحتى يتحقق ذلك يلزم أن تكون لهذه البرامج القدرة على ربط نفسه بالبرامج الأخرى وكذلك القدرة على إعادة تكرار نفسه بحيث يتوالد ويتكاثر مما يتيح فرصة الانتشار أسباب انتشار الفيروسات أولاً تكمن خطورة الفيروس في أنه قادر على الانتقال من جهاز إلى آخر بسرعة كبيرة ثانياً توافق أنظمة التشغيل واتباعها للمعايير ثالثاً قرصنة البرامج التي قامت بنسخ البرامج غير الأصلية موضوع التداول بين الكثير من الأجهزة رابعاً لا يجوز العبث بالبريد الإلكتروني الخاص بشخص آخر أقسام شريط المهام يمكنك نظام التشغيل من تشغيل أكثر من ملف أو برمجية في الوقت الواحد بحيث تظهر أيقونات كل هذه البرمجيات أو الملفات على شريط المهام مما يسهل عليك التنقل بينها بواسطة النقر بزر الفائرة الأيسر على الأيقونات الموجودة على شريط المهام وفي حال وجود برامج فاعلة بعدد يكبر حجم شريط المهام فإن نظام التشغيل يعمل على تجميع الملفات المتشابهة ضمن مجموعات مساحة الإخطار ويتواجد عليها مجموعة من أيقونات الوصول السريع التي تعني عادة بتعريفات النظام والتي يمكن أن يحتاج لتغييرها المستخدم ومنها الوقت والتاريخ أيقونة تغيير مستوى الصوت أيقونة تغيير لغة استخدام لوحة المفاتيح أيقونات بعض البرمجيات الهامة مثل مضاد الفيروس الوصول لغرفة الدردشة يظهر عادة على شريط المهام أيقونات الوصول السريع وهما أولاً مشاهدة محتويات سطح المكتب ثانياً التنقل بين محتويات الشاشة الفاعلة إيقاف تشغيل نظام النوافذ Windows Shutdown إنهاء العمل الآمن لإنهاء العمل على نظام التشغيل بطريقة صحيحة وآمنة اتبع الإرشادات التالية أولاً أغلق كافة التطبيقات الفاعلة على النظام ثانياً انقر على زر ابدأ للوصول لقائمة الخيارات ثالثاً انقر على زر إيقاف التشغيل أو اضغط على مفتاحي Alt plus F4 ترجمة نانسي قنقر